اشتركوا في القناة دروع مالتكم المهم راح تصعد من كفاءة الشخصية مالتكم مريد نطرق لها هسه لان يراد لها شرح مطول فرح نفصلها بغير فيديو هذا الفيديو خاص شباب بنصائح حاولت ألخصها لكم حتى تبدون بيها بعد التحديث بداية صحيحة مريد نطول شباب بالمقدمة ونبدي بالنصائح اول نصيحة شباب انصحكم بيها هي انه تشترون السيزن ليش تشترون السيزن اولا سعر رخيص شباب 10 دولارات مذاك السعر الغالي اضافة الى هذا السيزن بيه شغلتين كلش حلوة اول شغلة شباب الاسكنات الخاصة بالاسلحة القديمة والجديدة الاسكنات لاحظتها كلش حلوة وجميلة وتغير من المود مالتك لان الصراحة احنا ملينا من الاسكنلات القديمة والاشكال القديمة للأسلحة مالتنا حتى للأسلحة الجديدة تلقي بيها اسكنات حلوة واسكنات اضافة الى هذا للشخصية نفسها فهي الشغلة الاولى الشغلة الثانية يا شباب السيزن من تشتري رح ينطيك صناديق إذا كانت اكزوتيك أو صناديق عادية فرح أضيف لك قطع تفيدك بالخبرة وتفيدك بالتمكيس ما للقطع اللي عندك إضافة إلى هذا الصناديق الاكزوتيك رح تكون كلش مهمة شباب لأن تحصلون معدها على جواهر رح توصلون مرحلة بالخبرة لازم تستخدمون الجواهر يلا تقدرون اتصعدون أو تمكسون القطع اللي عندكم فهذا فيما يخص شباب النصيحة الأولى هو أنه تشترون السيزن مثل ما قلت لكم اسكنات للأسلحة حلوة تغير من المود مالتكم إضافة إلى هذا الصناديق اللي تجيكم من عندها القطع وهو هي رح تفيدكم بالشغل مالتكم بعد التحديث هذا فيما يخص شباب النصيحة الأولى نجي للنصيحة الثانية شباب أنتوا عندكم قطع قديمة أكيد أنتم جمعيها ومحتفظين بيها بيها مواهب بيها خصائص حلوة لا تحاولون تسرعون ومنعرفته أنه أنت لازم تتمكس القطع وتقدر تتبرع بقطع حتى تتمكس من الخبرة مال القطع وتروح تتبرع بيها نصيحتي لكم لا تتسرعون وتكسرون القطع ولو ما أنصح أنه تكسرون لأن التكسير رح ينطيكم بس موارد لا تتبرعون للطاولة وتصعدون من الخبرة ومال القطع لعدكم الأساسية وتخسرون هاي القطع بعدين تتدمون وتحاولون تتفرمون عليها حاولوا القطع اللي تتبرعون بيها القديمة لعدكم أنتم جمعيها تتأكدون من عدها أنه أنتم ما رح تستفادون من عدها وفضل أنه ما تتسرعون لأنه هوايا مواهب وخصائص قديمة ترى رح تفيدنا بهذا التحديث فأفضل أنه تتأنون بالتبرع مال القطع وتتأكدون أنه هاي القطعة أكيد أنه ما رح تفيدكم هذاك الوقت تتبرعون بيها أو تكسروها هذا فيما يخص شباب النصيحة الثانية نجي للنصيحة الثالثة شباب إذا كانت عندك أربع شخصيات أفضل أنه تفرغ شخصيتين شخصية تعوفها للتلذيل بنيويورك حتى تستفادون من الساعة ومن موارد الساعة اللي رح تجيكم من عدها ممكن أنه تصنعون قطع وتفيدكم بزيادة الخبرة مال القطع الجديدة أو تستفادون من الموارد مالتها بتمكيس القطع فأفضل أنه تفرغون شخصيتين الشخصية الأولى تحطوها أنه تلعبون بيها نيويورك وتستفادون من الموارد مالتها وتمسحوها وترجعون تسويون شخصية جديدة حتى تستفادون مثل ما قلت لكم أن الموارد الخاصة بالساعة مالتكم تفيدكم بالتمكيس تفيدكم بصناعة القطع حتى تزيدون الخبرة مال القطع الجديدة هذا فيما يخص الشخصية الأولى الشخصية الثانية شباب اللي هي رح تكون الأساسية أفضل أنه تفرغوها لأن هاي الشخصية رح تعتبر الأساسية للفارمينج القطع الجديدة اللي تستفادون من عدها بنفس الوقت تجمع القطع اللي رح تتبرع بيها للطاولة مال التصنيع وتزيد الخبرة مال القطع اللي عندك فهاي رح تكون الشخصية الأساسية والشخصية الأولى شباب قلت لكم لنيويورك حتى تستفادون من لفل الساعة مالتها هذا فيما يخص شباب النصيحة الثالثة نجي للنصيحة الرابعة حاولوا تستخدمون بلد شباب اتطوروا وتزيدون الخبرة مالتها من أنتوا تلعبون به حاولوا تستخدموا للدارك وتستخدموا للفارمينج رح تقولون شلون إن شاء الله أنا إذا عندي وقت اليوم وبإذن الله أكو بلد رح أجربه إذا شفت الضبط أنزل لكم شرح سريع عالية ليش أقول لكم للدارك زون أو للوفلاين شباب مثل ما رح تشوفون أنتوا الخبرة يرادلها شغل كلش هواية حتى تمكسوها للقطع كلها هذا الشي رح يخليه يصير عدكم ملل من اللعبة من الأوفلاين كلعب أوفلاين رح يصير عدكم ملل فأفضل أن هذا البلد نفسه تشتغلون به أوفلاين وتشتغلون به أونلاين حتى تريد تغير المود مالتك تدخل للدارك ممكن تدخل للدارك تلعبوا يا جماعتك تغير المود بعدين ترجع للفارمينج لأن الفارمينج الصراحة هواية رح يصير عندك ممل بعد ما توصل مرحلة من التلفيه المال للخبرة هذا فيما يخص شباب النصيحة الرابعة النصيحة الخامسة أفضل أنه أول شي تزيدون أو تمكسون الخبرة مالتها من ناحية الأسلحة هو سلاح الأسولت وسلاح الألمجي لأن الصراحة هذه السلاحين رح يكون لهم شيء شبير بهذا التحديث وهس تشوفون الأسولت كدقة كمواهب كدمج كمسافة كرينج هواية رح يتستفادون من عنده بهذا التحديث إضافة إلى هذا شباب الألمجي الأسولت أكو بلدات تدعم سلاح الأسولت نفسه فليش أقول لكم من الأسلحة اللي أول ما تبدون بالتلفيه المال للخبرة مالتها وتمكسوها هو أسلحة الأسولت اللي هي الفاماس والأيكي من ناحية الآن يشوف الفاماس والأيكي رح يسكون الشغل مالتهم كلش حلو بهذا التحديث وأسلحة الألمجي اللي هي الأمجي فايف زين وأي سلاح ألمجي ثاني أنت ممكن تتمكسه لكن أفضل أنه تكون من ضمن الأسلحة اللي تتمكسها هي الأمجي فايف رح تكون همي أنا شغالة وشغلها كلش قوي بهذا التحديث هذا فيما يخص شباب النصيحة الخامسة نأتي هسا شباب للنصيحة السادسة من أنت تريد تلفل شباب وبنفس الوقت تجمع قطع حتى زيد الخبرة حاول أنه تفعلك للتوجيهات ممكن أن تفعل التوجيه ما للميدك ممكن أن تفعل التوجيه ما للرادار وممكن أن تفعل التوجيه ما للضرر ما للأوفلاين هذني شباب رح يزيدوك النقاط يصعدون بيها الليفل ما لتك بسرعة أولا رح تستفاد من عدها بالليفل ما للساعة بنفس الوقت رح تستفاد بالتلفيه الكسيزن بنفس الوقت رح توقع لقطعة هواية تقدر تجمعها اللي تستفاد من عدها ممكن تحتفظ بيها كفارمينغ واللي ما تستفاد من عدها ممكن تأخذها وتروح تتبرع بيها للطاولة بالقسم مال الخبرة هذا فيما يخص شباب النصيحة السادسة نجي هسا للنصيحة السابعة أنصح شباب أنصح بما أنه أنت رح تلعب فارمينغ أفضل أنه يكون عندك تيم حتى أو يكون مؤلة تيم كامل أربعة يكونون كلاثة أو اثنيا أو يعني واحد يلعبوا إياك من ناحية الإسوالف والأخذ وعطب الحشي رح يكون التلفيل أو الفارمينغ ما رح يكون ممل كلش لأن إذا لعبت وحدك رح يتمل من اللعبة فنصيحتي أنه تلعبوا يتيم أولا رح يساعدك بالتلفيل رح يساعدك بالقطع بنفس الوقت تستفاد من عنده معلومات إضافة إلى هذا رح يكون التلفيل عندك سلس لأن تقضيها سوالف ويا صاحبك وشقة وضحك وهذا فرح يكون التلفيل موم مل جدا هذا فيما يخص شباب النصيحة السابعة نجي للنصيحة الثامنة الفارمينغ مالتك شباب أو الحصاد مالتك للقطع خلي يكون على القوافل القوافل اللي تمشي بالخريطة ليش القوافل اللي تمشي بالخريطة القوافل شباب أولا تخلص بسرعة يعني تقدر تنهيها مو مثل مش إنه رح يكون طويل أو نقطة سيطرة طويل بها مرة دافع ومرة هاجم لا القافل هي أنه تقطع الطريق عليها بس تخلصها رح تنطيك XP كلش حلو إليك قوي وانت نفعل التوجيهات وسرعة الانهاء مالتها يعني بسرعة رح تخلصها بسرعة رح تحصل XP بسرعة رح تزيد بسرعة رح تلفل بسرعة رح تزيد الخبرة اللي عندك فاللي أفضله أنه دائما تدور على القوافل بالخريطة وإذا كملت عندك وتشوف أنه ماكو قوافل بعد رسة العالم اللي أنت بيه سوي له رستارت وراح رح تطلع القوافل مرتلخ وارجع سوي فارمينج عليها هاي أسرع طريقة شباب للتلفيل وأسهلها لتجميع القطع للـ XP القوي هذا فيما يخص شباب النصيحة الثامنة نجي للنصيحة التاسعة شباب مثل ما تعرفون هسه أنت عندك إذا تريد الزيد أو تمكس الخبرة للقطع مو فقط عندك القطع أنه تروح تتبرع بيها أو تصنع وتروح تتبرع بقطع لا رح توصل مرحلة رح يطلب من عندك شباب جواهر هاي الجواهر توقع لك من الصناديق الحمر اللي توقع لك أسلحة حمرة تقدر تحصلها بعدها تروح في مرحلة من المراحل ما للخبرة تتبرع بيها وتكمل أو الزيد أو تمكس الخبرة اللي موجودة إذا كانت بالأسلحة أو بالقطع فأفضل شباب ش تسوون تروحون تكملون المشاريع الإسبوعية المشاريع الإسبوعية شباب من ضمنها أنه أنت تكمل السمت القمة على أي على أي صعوبة ينطيك صندوق إكزوتك كل أسبوع من ضمنها أنه تكمل ميشن لجندري هو يطلبه من عندك تروح تكمل رح ينطيك صندوق إكزوتك إضافة إلى هذا أكو مواد تتبرع بيها كل أسبوع زين ورح تكون موجودة عندك لأن أنت رح تسوي فارمينك هاي المواد من تتبرع بيها رح ينطيك إضافة إلى هذا صندوق إكزوتك رح تستفاد من الأسلحة رح تستفاد من الجواهر اللي من تكسر الأسلحة هاي أو تكسر هاي القطع وتروح تمكس بيها نقاط الخبرة اللي موجودة عندك بالقطع أو بالأسلحة اللي أنت دا تستخدمها هذا فيما يخص شباب النصيحة التاسعة النصيحة العاشرة شباب والأخيرة أكو موهبة جديدة ضافوها للأسلحة كلها اللي هي الموهبة ما للنبضة هاي الموهبة شباب حاولوا أنه أول ما تحصلون إسلاح بهاي الموهبة تروحون وتستخرجوا بالمكتب اللي عدكم حتى تكون هاي محفوظة عدكم بالمكتب وتقدروا نظيفوها لكل الأسلحة هاي الموهبة شباب مثل ما تكون أسلحة الأسولت مهمة بهذا التحديث هاي الموهبة رح تكون جداً مهمة بهذا التحديث وهواية بلدات رح تصير عليها فحاولوا أول ما تحصلون أي سلاح يحوي هاي الموهبة تروحون تستخرجوها بالمكتب وتحفظوها هناك هاي العشر نصائح شباب حاولوا تطبقوها هواية رح تستفادون بيها ورح تبدون صح أتمنى استفاديته وأي سؤال عدكم شباب كتبوا لي بالتعليقات بإذن الله أنا باشر ملتحق من أرجع من الشغل المالتي الأسبوع الجاي اللي أقدر أسوي علي أشارح أقدر وأفيدكم تدللون علي تحياتي لكم وأشوف وجهكم الخير